موسيقى في لذا بنزرد سيرة روائية كتبها حافظ أمن متقاعد بمنطقة الشرطة ببنزرد صدرت باللغة الفرنسية سنة ثمان وألفين تحت عنوان تمضي الأيام وعربها مؤخرا في هذا الكتاب الذي صدر باللغة العربية كاتب هذه السيرة الروائية مصطفى يحيا وهو من مواليد سنة خمس وثلاثين وتسعمائة وألف التحق بالشرطة في سبع وخمسين وتسعمائة وألف شارك في معركة بنزرد متطوعا في سلك الشرطة إذ طر في أفريل سنة ثلاث وستين وتسعمائة وألف إلى الهجرة نحو فرنسا هربا من ديكتاتورية بورغيبة ليظل فيها حتى سنة سبع وسبعين وتسعمائة وألف وهو اليوم ناشط حقوقي مواكب للتظاهرات الثقافية يروي في هذا الكتاب معركة بنزرد كما عاشها بمآسيها وفضاعاتها وأبدى رأيه في ظروف تلك الفاجعة وملابساتها إنها شهادة نادرة لأنها من قلب الأحداث ومن زاوية محددة قلى ما قرأنا نظيرا لها لا من حيث القيمة التاريخية بل من حيث شخص الشاهد وموقعه من الأحداث وعلاقته بها وأثره عليها في لذا بنزرد تضمر شخصية سارد السيرة الذاتية إلى الحد الأقصى وتفسح المجال لبطل الملحمة في هذه الدوامة ألا وهو الإنسان الواقع بين الاندفاع النبيل نحو الشهادة في سبيل الأرض ونجاسة المناورة السياسية الباردة وعن جهية الاحتلال المتوحشة فإذا سارد السيرة الذاتية لا يظهر إلا بقدر ما يتيح حضوره إبراز هذه الملحمة المأساة وتسليط الضوء على جوانب الفاجعة فيها أو مواطن البطولة أو مواضع الخصة والنبل سمة أخرى طبعت هذا النص وهي أن كاتب اللظى كان متقشفا وهو يسرد فتخفف من عبء الزخرف ووضع عن كاهله أحمال التزيد في العبارة غير أن ذلك لا يحجب عن استفاضة السارد في مواضع كثيرة واحتفاءه بالإنشاء الأدبي حين يقتضي الأمر إبراز فضاعة الفاجعة أو حين تدفعه الرغبة إلى تخليد نماذج من البطولة أو الجبن أو العبث وخاصة انتصار النبل الإنساني الكامن في الذات البشرية مهما يكون موقع الإنسان من خنادق المعركة ومتاريسها مصفى يحيا في سيرته الروائية في لظى بن زرد مقاتل لا يحمل إلا عدته وذخيرته وروحه على كفه في الوقائع وفي سردها على حد السوى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة